بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة تصحيح امتحانات البكالوريا لمادة علوم حياة الأرض للمسلكين علوم فيزيائية وعلوم حياة الأرض وتبعا الحال خيار فرنسية أو اللي كان يسمي كذلك مسلك دولي نحن باقي في الامتحان الوطني دي سنة 2016 الدورة العادية لسيسيون نورمال وصلنا في سلسلة ديالنا التمرين التالي اللي هو التمرين خاص بلاعجينيتيك بعلم الويرات نبدأو على بركة الله ديجا صحنا الأسئلة اللي قبل دابا وصلنا لإجزرسيس 3 اللي علي خمسة ديالنوقات ونبدأو على بركة الله قرأو التمرين على بركة الله دون le cadre de l'étude de la transmission de certains caractères héréditaires chez la Drosovil في إطار دراسة انتقال بعد الصفات الويراتية عند ذوبابة الخل la Drosovil et de certains facteurs intervenant dans la diversité génétique وبعد العوامل المتدخلة في التنوع الويراتي نبدأ بشكل جديد من المتدخلة نبدأ بشكل جديد من المتدخلة ديال دوبابة ديالخل دونك هاد النات ما عندهم شوحد شاريت للاون ديالو رمادي على صدر ديالهم دونك سنبانة غريز سور لطوراقس بين يمين ويوجد فهو يوجدهون حمار تمنعinde لديه سيفاد يوجد المدان لديه كاركتر الولايه يوجد كاركتر الفرير mengفراته ومماذا يوجدين إلدان عن طريقة بعدها بحق الصدر والكاركتر توسدي هم يوجدون طريقة روج. قمنا بتزاوج ديل هاد الانات مع أش مع ديم مال. Avec une bande grise sur le thorax et aux yeux brunes. والمال يعني الذكور هاد مرة. هاد مرة عندهم واحد شارط اللي اللون ديال ورمادي على الصدر ديال دوبابة ديال الخل. والعينين ديالهم ملوني لنا باللون البني. اللون البني. هنا الانات عندهم ما عندهم شارط رمادي على الصدر ديالهم. وعندهم لعينين ديالهم ملوني باللون الاحمر. زيو روج أو sans bande grise sur le thorax. بينما الذكور عندهم une bande grise sur le thorax. وعندهم لعينين ديالهم ملوني باللون البني. سنواتنا هادا الانات عندهم عينين باللون ملون بلابات امowitz diciendo غرصول ديالهم. لا يوجد شريط البنية على صدرها لا يوجد باند غريز ويوجود ويوجودين هذه الجنرات التي تجدها لا يوجد عيونها لونها باللون الأحمر لا يوجد تطويلها في هذه المعطاة فقط لنفهم ما يمكن هذا التمرين هذا هو سهل فالسؤال كيف تدرسون لا يوجد من جديد لا يوجد من جديد ونحن نعيد هذا التزاوج وفي هذه المعطاة يجب أن يكون فيها تراجع هنا يمكننا أن نفهم في إنتقال لجوجودين ويوجودين الحصول الخطأ أو نعود غريز على التوراكس. وجود و الغياب الشريط لللون دياله رمادي على القفص الصدري ديال هاد الدوبابة ديال الخل. والكاركتر تاني والصفة التانية اللي كندرسوها واللي هي الكولور ديزيو اللي هي اللون ديال العينين اللي عندنا فيه جوج ديال الالوان الممكنة اللي هو اللون الاحمر واللون البني حسب هاد التمرين. دونك زوجنا اينات دي الفميل اللي عندهم اللي عندهم مش لابوند غريز. دونك عندنا غياب لابوند غريز على التوراكس ديالهم على القفص الصدري. وهذا الانات هاد وممطو ان عندهم العينين ديالهم حمرين. بينما الذكور اللي قمنا بتزوج معهم. فعندهم هذا كشريط الرمادي على التوراكس ديالهم عندهم اينات ديال عين ديالهم رمادي. ديال عين ديالهم حمرين. وعندهم ما عندهم كذلك ديال عين ديالهم حمرين. وعندهم ما عندهم شعرفون الشريط الرمادي على القفص الصدري ديالهم. دونك هنا اف اان كي ديالا اف اان متجانس. الجيل الاول هو جيل متجانس. دونك شننقدر نقوله على هنا يا. على حسب القوانين ديال الماندي اللي كنا قرينا. دونك نقدر نقوله عندنا هنا لني فارميته ديالهم ولا نقوله اف اان اي او ما جيل. عندنا تجانس الجيل الاول. ولكن عندهم تجانس الجيل الاول. دونك عندي وعند هى ريفيكاشن دي پرمي االوا ديالهم عندي تحقق القانون الاول ديال. اللي كي قولي أنهو الجيل الاول متجانس كيكون عندي. إلا كانوا عندي لباوين مالهم. لفارنا مالهم كيكونو ديالراص تكونو الابوين سولالة نقية يعني الابوين تكونو اوموزيغوت يعني سولالة نقية ده غاس پور. ونقدرون سنجو كذلك باللي جكونو مالحليلات السائدة بالنسبة الوجود والغياب ديال الشريط اللي لون ديال الرمادي على القفى السطري. جكونو اللي سائد اللي سائد هو اللي كيدهار عندي في الجيل الاول ليوف اف اا. دونك اللي سائد هو اللي سائد هو اللي لون الاحمر. نفوم باشيار عندي هو اللي سائد هي اللي اللي سائد هو اللي سائد هو اللي اكبر عندي في الجيل الألال المسائد هو اللي ديما هاد النوع هاد النوع هاد التمعي نحاول غير رتب الامور ديالي ورغي يجيني داك شي سهل نحاول هاد الشيادة اللي كي عطاوه لي هم على شكل هادره نحاولو انا لشكل خطاطة ولا شكل نحاول نرسم هادك شي اللي عندي باش توضح لي و باش يجيني داك شي سهل بفون دوسوال تاني sachant que les deux gènes étudiés ne sont pas liés au sexe donnez les génotypes des individus de la génération F1 dans le cas où ces deux gènes sont indépendants et dans le cas où ils sont liés لنا ما لين أنه هاد المواريتاتين المدروساتين عندنا في هاد التمرين هادا غير المرتبطاتين بالجنس مواريتاتين غير المرتبطاتين بالجنس يعني غير ما محمولينش على سبغيات جنسية يقولوني اعطي النمط الوراثي للأفراد ديال الجيل الأول اللي هما F1 في جوج ديال الحالات في الحالة فاش يكونوا عندي هاد المواريتاتين المدروساتين غير مرتبطاتين وفي الحالة اللي يكونوا عندي هاد المواريتاتين المدروساتين عندنا هنا مرتبطاتين دونك لدي جنس sont indépendants يعني غير مرتبطاتين وفي الحالة اللي يكونوا عندي هاد المواريتاتين المدروساتين مرتبطاتين اتلسى اللي هاد المواريتاتين اتلسى اللي هاد المواريتاتين ستعمل هاد رموز تاليا grand B et petit B pour les allèles du gène responsable de la présence ou l'absence d'une bande grise sur le thorax ستعملوا رمز بكابيرا بمجسكول بالنسبة للحاليلات المسؤولة من الحاليلات المواريتات المسؤولة على وجود ولا غياب واحد الشاريط لللون اللي ديال ورمادي على قفص صدري ديال الدوباب ديال الخل وانا نستعملوا كذلك رمز تالي لوا grand B et petit terre pour les allèles du gène responsable de la couleur des yeux يعني R majuscul ou R minuscul بالنسبة للحاليلات المواريتات المسؤولة على اللون ديال العين مفهوم جد بسيطة شي هذا الآن أول حاجة نفعل هي نعطي هذا الرمز grand B ou petit B ou grand terre ou petit terre بالنسبة للحاليلات لكي يوضح لنا ما نفعل نحن ديجا عارفنا ما هو الحاليل السائد ما هو لالال domino ما هو الحاليل المتنحي لالال recessive بالنسبة للصفاتين بجوج اللي نقراوهم منسبة لديو كاراكتر منسبة للمسابة المرمي كاراكتر اللي هو لابسنس ولا لابخزن ديال لاباند غريز sur le thorax قلنا باللي الحاليل السائد لالال dominant هو لالال responsable sur لابسنس ديال باند غريز sur le thorax والحاليل مسؤول على غياب هديك الشريط اللي اللي رمادي على القفة الصدري لابسنس ديال باند غريز لابسنس لابل حرف grand B B majuskule بينما لابسنس اللي هو لالال رسيس اللي هو لالال responsable sur la présence ديال لاباند غريز sur le thorax فهنا تيو petit B نفشي بالنسبة لغاند ر و petit ر ر لالال dominant اللي هو لالال responsable sur le caractère ديال la ديال رج علاش لانه هو اللي يظهر عندي في الجنرation اللي الاول بينما لالال رسيس اللي هو الحالي المتنحي لانه بنسبة لل لون ديال العيون لون بني اللي هو اه نعطي بت تار اغ صغير فان وبساطة نجيون مثل لجينو تيال الافراد ديال الجيل الاول لانه نبلي لالال لالال بيور سولا لاناقية دانك السان تمو زيغوت غير يعطوني واحد الجينرation اف ا ا ا ا ا ه جينرation ا ا ه جانا يعني عندهم من كل الحالي عندهم عندهم ل ديال اجزمبلار ديال 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 عندهم الحالي لات بجوج وين واحد هو اللي كيت اكس بجوش اللي هو والحليل السائل اذا قلنا مثل اللي نفجوش ديال الحالات في الحالة فشيكون عندي الموريتتين المدروستين يعني غير مرتبطتين يعني اندependent دانك نرمز لهم grand bay على petit bay وال الموريتة الخراب وحدة هي grand ter petit ter بينما في الحالة الثانية اللي هي فشيكون عندي الموريتتين مرتبطتين ترمز لهم بالرمز للحليل يعني يكون هزلية الحليلات بجوج يعني grand bay petit ou grand r على petit bay ou petit r يعني كيف نحط على نفس البلاسة يعني بها مرتبطتين وهذا الشيء الذي يطلبون مننا ندوزل الاسئلة الأخرين قبل ندوزل الاسئلة أعطينا واحد المعطاء وهو دوني دو المعطاء التاني للمنزل لديم الاسئلة المعطاء المعطاء للحليل المعطاء و 3 الاسئلة و 1 تضيف و 2 تبة تماوضع النسبة في الحل المعطاء على السيبريات جوج و 3 السيبري رقم جوج و 3 سيبري رقم 3 سؤال اللي اعطينا ان vous basant sur le document 1 باعتمادك على الواتيقة واحد سؤال الأول donnez le génotype agardé parmi les génotypes proposés dans la réponse à la question 2 جيشفية votre réponse اعطينا نمت الويراتي اللي غنحت افضو بي من بين هدوك جوج ديال المرات الويراتي اللي اعتتنا في السؤال سابق في la question جوج وعلي الجواب ديالك اعطينا نمت الويراتي ديال الجنرation اللي هما في الحالة ديال الجين هدو الجين اللي كندرسوهم باللي مرتبطتين ستاديغ اللي ايه وفي الحالة الاخرى اللي هي اندependent يعني غير مرتبطتين هدوك المواردتين غير مرتبطتين قولينا دابا قولينا شكونا هي اللي صحيحة فيهم انطلاقا من هدو الواتيقة اللي اعطيناك اللي هي الواتيقة واحد عطينا شكونا هو اللي صحيح شكونا هو النمط الويراتي اللي صحيح شكونا هو اللي غنحتافضو به شكونا هو اللي غن اللي غن اللي غن اللي غن إلومينيوه وعليل جواب ديالك 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 مواريتتين البجوج المواريت المسؤول على وجود غياب غناء الشريط الرمادي على القفص صدري الدوبابة الخل واللون العينين فهما محمولين مواريتتين البجوج محمولين على نفس السبري وبالتالي الدجان المواريتتين مرتبطتين إذا كنا نقول مواريتتين غير مرتبطتين مثلا كنت عندي هاد الكولور دي زيو وهاد المواريت المسؤول على بسانس وبريزانس لابانت سورلوتو اكس كانت تكون عندي فهاد السبري هاد السبري هاد اليميل ولا يكون عندي هاد المواريت هاد بعيدة هاهاد بال你是 Pepe А NAWA وهاد المواريتت هاد هاد اليميل لقيا هاد هاد على لقيا مس stimmt هاد 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 اليميل ولا يكونوا في المصبوب الإطار المحلات. هناك إذا أردتم أن نعترفين بكثير من المصبوب إليها. أحتاج بشكل دخول في المصبوب الإü لكن اarnessوا بالحالة من المختلفة على المصبوب والموريتاتين من المرتبطاتين. ألف تعمل مع موريتاتين من المرتبطاتين. الأفضل الهاجين كذلك والأجزيزيز فالأجزيزيز هاته هو مثل الزمن المحل التوفير الملتطين في الإنتاج التي ستجعل jong الجانوتاب أمن الموضوعين والميخامل المغادرة والموضوعين هو الجينوتيب ديال المواريتتين المرتبطتين يعني grand b petit b على petit grand r petit r بالنسبة للسؤال تالت ولكن هذا المرة جاوبنا على سؤال b ديترميني الدستانس qui سپار les deux جين اتودي حديد المسافة التي تفصل بين هاد المواريتتين المدروساتين طبيعة الحال هاد شادا كله انطلاقا من الواتيقة رقم واحد حسب السؤال ثلاثة انفو بازان صور لدوكمون او بالاعتماد على الواتيقة رقم واحد دان كما قلت باش نجاوبو على السؤال داخل نرجعو الواتيقة دان قالو الناس بدلين المسافة بين هاد المواريتتين يعني المواريت المسؤولة على لون دي العيلين كولور ديزيو المواريت المسؤولة لوجود وغياب هادك الشاريط لابند غريز سور لطوراكس هنا غنمشيو ببساطة بنسبة المواريت المسؤولة على وجود وغياب لابند غريز غنمشيو نديرو اسقاط على هاد المحور هادا اللي عدنا فيه هنا لدستانس انتخلاجين الوحدة اللي هي السنتيمورغان دان كهنا إلا مشينا سقطنا هاد المواريتت غنمشيوها بلي كتواجد ليا فتنين وستين تنين وستين سنتيمورغان او هاد المواريتتانين اللي هيا لكولور ديزيو غنمشيوها بلي كتواجد للمحور غنمشيوها بلي كتواجد للمحور انتخلات تخلالي مني مواريتتانين اللي هيا لغني غنمشيوها بلي كتواجد للمحور هاد المواريتتانين اللي هيا لغني اللي هما ديزيوه هتيروزيغطي من ذلك سنتيمور على جوان تحطينا. وهذه مرة سنزوجه لك الإنات ديال F1 سنزوجه مع ذكر دوبل غيسيسيف يعني متنحيين بجوج. الحالي لين بجوج اللي عندهم متنحيين. دوبل غيسيسيف. دونك ان فزيدنا دان إشيكي دقامت سنقوم بإشيكي ديال الكوازمان. بالنسبة للجواب على السؤال الاربع. واللي هو اللي نحدد النسبة المئوية ديال الافراد ولا ديال الابناء ديال في حالة اللي قمنا بزاو باننا نزوجه واحد الفمال اللي من F1 واحد المرأة من الجنراسيون الليولة مع واحد المال اللي دوبل غيسيسيف. علوغ بالنسبة للمرأة الليولة لفينانتيب دياله عرفناه لذي جيغلناب لف1 الجنراسيون الليولة كدير لفينانتيب دياله. كلهم الجنراسيون الليولة خرجو ليه لغني ديالهم العيون ديالهم لغني ديالهم أحمر. أو ما عندهم شعديك لابنة غريس على لطوحكس ديالهم. دونك أبسانس ديالرابا غريس أو أعبك دييئر روز عكلي أو أعبك دي يو روز느�حة ديال لحرف بي. أو بر بالنسبة للجنوتيب الذي أعطيناه هو غران باي أو غران تار وتتباي أو وتتار بينما اللي دوب الغيسيسيف يعني متنحي عندو الحالي المتنحي بالنسبة للصفتين بجوج يعني الفنوتيب ديالو غيكون عندو واحد لاباند غريز وعندو الكولور ديالو كديرا برون يعني بنيين والتالي بما انو دوب الغيسيسيف تالي غيكون عندو نفس الحاليليات كي تعاودوا لانو غيسيسيف دونك بتي باي بتتار و بتي باي و بتتار ولو بالنسبة للقامات الامشاج اللي ممكن تعطيونا بالنسبة للمال ما يمكن يعطينا إلا نوع واحد من اللقامات اللي هو عفوان بتي بي بتتار ونك يمكن تعطينا غير بتي بي بتتار وبي بتتار وداما ديما دونك ميه فلميه دياليقامات بيناما بالنسبة للفمل يعطينا إلا ما بتي باي اغران باي اغران تار وغا تاتينا كديريك بتي باي اغران تار دونك غران باي اغران تار بتي باي اغران تار وغا تاتينا كدالك في حالة ليل وقع ليه كروسين جوفر لانه كنا شفنا بلي هاد المواريتتين رهما مرتبطتين وقراب لبعضياتهم دونك يقدر يبقى عليها واحد الكروسين جوفر بالنسبة دي ستة وعشرين في المياه علش لانه وقعينا بلي المسافة بين هاد المواريتتين هي ستة وعشرين سنتي مورغان بعد مدرنة 80 ناقي سنين وستين مفو دونك يقدر يعطيني غران باي اغران تار ويقدر يعطيني بتي باي مع غران تار مفو حتى يقدر يعطيني مOpenة باي وتار وكأر الوفي نتحaho من الله اللي مثل المسافة بين هاد المواريتتين هي ستا وعشرين سنتي مورغان وإذا رجبنا نوار الفيح الأ 중에 هاد المكسcharge ستعطيناATHER 꺼� Antwort إلى سات وعشرين فسمية للميكس لايcastican صناعة تقليل الأمشاج بالفرق بالنسبة للخمال في البيت والمعجم المحطة في البيت و العنوى بالنسبة لقم الموت و نلقى لقم الموت بالنسبة للموت 74 قصنا على جوز 37% هذه النسبة ممكن تعتبرها يوجد 34% 37% والتنسبة الويس قصنا على جوز 13% بينما هذا 100% لا نريد ان اشكال إذا نحسبه سوف نحصل على نسبة مئوية المظهر الخارجي وهو بالنسبة للفينوتيب بأر لأنه لدينا بأر سائدة لا يوجد شريط الرمادي على الصدر والعينين حمرين بينما هنا 37% سوف يكون لديهم شريط الرمادي على الصدر واللون العينين سوف يكون قوي بينما هنا سوف يظهر عندنا هذه المظهرات وهذا هو لون العينين سوف يكون قوي هنا سوف يكون لون العينين سوف يكون حمر وهذا يكون لديهم شريط الرمادي وهذا يكون لديهم 7-13-13-37-37 ببساطة نفهم كنا نكونوا جوابنا على هذا السؤال هذا ببساطة سوف يكون لديهم شريط الرمادي وهذا يكون لديهم شريط الرمادي وهذا يكون لديهم شريط الرمادي الفضل موضوع يكون لديهم شريط الرمادي والشريط الرمادي او الأوظار في هذه الضبابة يحدث حول المظهر الخارجية التي تجملكها لديهم بسبب sa كبيرة والثاني أيضا والثاني جميل من أجل تفسير توزيع الجغرافي ديال هاد المدهارين بجوج عند أفوان الساكينة ديال هاد النوع ديال الزوباب كن اقترحوا هاد الملاحظات والتجارب التالية المترجم للتجارب التالية ديال هاد المدهارين بجوج عند أفوان الساكينة ديال هاد النوع ديال الزوباب الشيخ أفوان الساكينة ديال نيذارة المدهارين بجوجود الارتفاع أو كان لنا أن نسيح أن نضيح في الدوائر النوع ديال الزوباب سيحصل على تحيط البروئة ديال النوع ديال الزوباب كن بالنسبة للتجارب التالية في أفوان الساكينة ديال الزوباب رقم جوج قارن تطور النسب المئوية ديال هاد المظهرين بجوج اللي هم استي و ا اخ بدلالة الارتفاع. طنك ماش نجاوب والات سوار خس ندارون نشوفو الجدول. دنك الجدول البرميار لين سطر الول اعطونا الالتتود ان متر اللي هو الارتفاع بالمتر اعطونا السافر الف وخمسمية الفين و تلتة الاف متر. وعطونا في دوزيام لين فينو تيب ا ا اخ ان الوافل المئوية ديال المظهر الخارجي اللي هو ال ايه. عطونا خمسطاش في المة بالنسبة فى الارتفاع ديال سافر. خمسين فواحد النافل. خمسين في المة فى الارتفاع ديال ميل اساسان متر. عطونا تمانين في دو ميل وعطونا كاربان كنز في تلتة الاف متر. بالنسبة للمات الاخر ليو اسطر الاخر عطونا فينو تيب اسطن واحدة او وخمسة. دونك ببساطة هنا ما عديش نطول الهضرة. شنو غلاحظوا انه كانت نتاقل من واحد الارتفاع ديال الصافر متر لتلتلاف متر شنو توقع الفنوتيب اللي هو اعار اللي عندي في الدوزيام اللي عندي في سترة تالي. كانت نتاقل من خمستاش في المئة لخمسة وتسعين في المئة. دونك ما حدي كيتزاد عندي الارتفاع وكيتزاد عندي النسبة المئوية ديال الدبانات ولا ديال الذبابة ديال الدنوع ديال الذباب بالضبط هذا الفنوتيب ا ا ار اللي كلقا. ما حد الارتفاع كيتزاد ما حد هاد العدد ديال الدبانات كلقاهم كتير. ما بينما النوع الثاني ما حد كيتزاد الارتفاع عشانو كيوقع الدبانات استي كيبقى غادي وكي نخافض مشينها من خمسة وتمانية لخمسة. انا عندي واحد تعاكس. في المئوتيب اللوناني عزيزة لي ارتفاع يكون كبير. بينما النوع الثاني عزيزة لي ارتفاع يكون منخافض. ما منخافض. نوع طولنا من بعد واحد الموعطة واحد اخر. المساعدة لكي أن تقاني يقول حد ما هو المثال على الإخارة الموجودية هذا دفع الباحثين والعلماء أنهم يعطون أحد الفردية على وجود علاقة بين التغير النسب المئوية من هذه النوعين بجوج أو نوع دبانو بالضبط لديهم هذه المظهرين الخارجيين علاقة تغير النسب المئوية التي أردناها مع تغير درجة الحلالة في الوسط Downالي حسنًا، لكن Pour vérifier cette hypothèse, لن ناعد تمامها لن تحقوم بتدفع البحضيات التي تجعلها سهل أولا، بشيطة درجة الحلالة على وجود درجة الحلالة بسكورة. پوی ensuite لیولیشن دی پروپورشن دی فیناتیب استے یا آر پندن 23 جنراتیس سوهن لی کندشن اکسپرمنتال سویvant. غلنک ون جریبین جوج دیل الساکینات دیل هاد نوع اللی کنقراو فيه اللی واد روزو في لبسود بسكورة دیل هاد بانا دی پوی انسوی لیولیشن بعد تبعنا تطور دیل نساب مئویی دیل المظهرین بجوج مظهر S2 و مظهر AR في 30 جیل یعنی خلیناهم که تزاوجو 30 جیل الوالدین موارا هم جیل لیول ازاوجو عطاونا جیل تانی جیل تالت دنک 30 جیل تبعنا هاد تزاوج دیل هم في 30 جیل حسب شروط تالیه بالنسبة لیولیشن ساکینا لولا حتینا فیا کمپوزه دیل 90% دیل AR و 10% ST و مانتونه آ 25 دقری سیل سیل بالنسبة لساکینا رقم واحد کانت مکون لیا من 90 فلمئا دیل ال AR دیل دبان لیعنی دون فیلنویی دیل آر و دیل دبان لیعنی دون فیلنویی دیل ست کانت نیس با دیل 10% حتینا فوحاد دارجه دیل 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 بینام پوپلیشن دیل درن لعکس یعنی 10% من AR و 90% من ST و حتینا فوحاد دیل 16 دیل 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 رزیلتا دیل 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 تعليل استنة في بجمال ، طائب يبدوا !!! معهم في هذه الفرية ، هنا وада وخدا جهون الزوبتان أن animales Technology في استكدامها علىavesك على عين منزيل سنة معى عن ممانات في دلغم ست إلى الحزين كانت Vilعون سنة على المرانات التي تكون في كل الساكنة الساكنة الأولى والساكنة الثانية. ومع ترى كيفية نترك كيفية الانتقاء الطبيعي. ووضح كيفية الانتقاء الطبيعي التي تؤثرنا على البنية الولادية للساكنة للذباب. اشتغل المعطيات. المشكلة أقوم بإكمل الفهم المعطيات. يجب أن نفهم المعطيات. لم يجب أن يقوم بإستغرار الحياة باية تحصل بالدريجة. محسن لديك الشيارات التي يجب أن يكون أنه لا يجب أن تفهمهم المعطيات. إذا فهمت المعطيات في كل شيء يجب أن يسأل. الهدف من هات التخرميز كامل ومن هات المعطيات كاملين هو ما نعرفه الدور الانتقاء الطبيعي. في كيفية تحكم الانتقاء الطبيعي في التطور وفي تغيير الجينات الساكينة وعلاقة بين درجة الحرارة وبين نوعية المظهر التي يفضلها لها الدوباب يعني الدرجة الحرارة التي يفضلها لها نوع الدوباب ومجوج ST و A-R لكننا في الأخير عجبنا غير على ST التي قمنا لها الدراسة بالنسبة للشقة الأول والذي يجب أن نصفه التطور التردد حليل ST مع مرور هذه الأشياء وفي الأول نبدأ في الناس في الساكينة لقم واحد ساكينة لقم واحد وضعهم في 1 درجة الحرارة 25 ديجري سيوس ما كان لديه في الساكينة لقم واحد كانت عندي 90% وعشتراف المية وعشتراف المية ديال ST وعشتراف المية؟ كانت عنك صاري منع 100% في المياه في المنزلات الى البرمير جنراتيون حتى وصلنا لتقريباً 80% وفي المنزلات الى 23 ام جنراتيون خلال 23 جنراتيون وصلنا باللي بقاكي تزاد عندي العدد ديالات الى التتر قد تزاد عندي عفوان الفريقونس التردد ديالات حاليا بقاكي تزاد عندي حتى وصلنا ال 80% بعض المنزلات الى البرمير جنراتيون وصلنا في هذه المرة 90% في المياه الاستي في درجة ديالات حاليا 16 دقري شخص إعطائناه في المياه الاستيار ولكن الاستيار ما نقول له الاستيار سألالا استيار يخبرنا اخرى استيار لذلك السيارة امل هاتيارة تردد ديالات الحالية نزل المسؤول على الفرنان ما نقل له اسم عاكسها المراكي وإننا نعدي اينا عموان تشياري واحدا نقول لدينا يعني التردد دي الحالية هذا بقى غادي وكيتناقص وانطلقنا من تسعين في المياه حتى وصلنا لعشرين في المياه وبودي هالا هدا بالنسبة للشق الاول من السؤال بالنسبة للشق الثاني من السؤال واللي وقصنا بينه تأثير ديال الانتقاء الطبيعي في تغيير البنية الوراثية ديال الساكينة. الوغة ببساطة هدي غنقدرنا سنتجوها من هنا. احنا هنا عدنا استي هاد استي هاد استي هاي شنو اللي كيتحكم في الارتفاع ولا في الخفاض ديال النسبة ديال لدي الحالي الستي هو الحرارة. دونك الارتفاع ديال درجة الحرارة. فسكتكون عندي واحد درجة ديال الحرارة اللي مرتفعة. شنو توقع? هذا كيخلي انه للوسط كيكزيرسي ينسيلكسيون بوزيتيف ديال الليل استي. انه الوسط كي نتاقلية طبيعيا ويجابيين لحليل استي. ان فافور ديال ديال الليل الار. يعني. كيوليو كيعيشو ليا في واحد درجة ديال الحرارة المرتفعة. كيوليو تعيشو ليا غير اللي عندون فانوتيب استي. بينما اللي عندون فانوتيب A R. ما تيبقى وشي عيشو. ونفشي العكس. بالنسبة فوحة درجة ديال الحرارة. من خافيدة. يعني. في ديباسة تمپيراتور. بحالي جفنانا. في 16 degrés celsius. ديباسة تمپيراتور ديال لميليو. اجرسي نسيلكشو ليا في ديال الليل A R. أو ديبان ديال الليل استي. يعني. هذا المراش كل اللي كي يتسيلكشونا طبيعيا هو A R. هو الحليل A R. بمقانا تينا مع الحليل استي. سنقدران سنجو. 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 س هو إلا كان عندي واحد العدد في الأول حكي ما شتوهنا حطينا واحد نسبة مئوية في الأول حطينا تسعين في المئة ديال ار وعشرة في المئة ديال استي. في الأخير رقينا باللي ولت عندي تمانين في المئة ديال استي ويلا عشتين في المئة ديال ار. دونك هنا تغيرات هي البنية ديال الساكينة. نفس الشيء بالنسبة فاش حطيناهم في حد درجة ديال حرارة الليمونة خفضة. ار حطينا فيهم عشرة. شنوقع ار بقوا غادين كيتناقصوا. والاخرين يبقوا غادين كيتزادوا. واش مفوم? استي بقوا غادين كيتناقصوا عفون حتى انا فيهم تسعين في المئة. و ار كانت عندهم عشرة في المئة بقوا غادين وكيتزادوا. واش مفوم? هكا كيفاش كيتغير ليه ولا كيفاش كيأثر ليه انتقاء طبيعي في التغير ديال البنية الوراثية ديال الساكينة ديال هاد الذباب هادا اللي هو هاد وصوفي. اتمنى انا ان يكون اه اشترحت لهم اكسيمون بوسيبل. اتمنى انا يكون اه وصلت لمعلومة كومي الفو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقليلنا الاكزرسيز كات نحاول الخدموه ان شاء الله. و يكون خير تمامين كات عنده علاقة بالمنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخر تمامين بقليلنا في هذا الامتحان هادا ديال سنة الفين وستة عسر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.